موسيقى 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 حاولت أباها حاولتوا ملحقتوش انت عمان قوي قوي أعرف بعد إذن سيادتك لو تسمح لي إحنا وصلنا للمشتبه لسيادتك ونت بتتكلم عنه وهو قاعد معنا على الترابيزة دلوقتي الكلامنا مش صحيح يا فاندي بعد إذن سيادتك يا فاندي ما فيش قدامنا مشتبه فيه غير المقدم حمزة عشان يكون في معلومك الحوار دا لسه مخلص وانا اللي هجيب آخره ولو رحتك تلعني مهاء عرف مشكلتك فين وانا مش عايز اروح الجامعة ليه إيه اللي حصل؟ مش عايز اروح الجامعة وخلاص ليه بس كده حبيبي فهمني انا مش عايز شوف حد ايوه كده بقينا كام 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 ايه يا سليم احنا بنلعب موسيقى 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 كنا دلوقتي بنتفرج على مشاهد من عد تنازولي عد تنازولي بطول الطارق لطفي وعمر يوسف وكند علوش النهاردة سؤالنا غير أي يوم يعني دايما كنا بنقول لكم السؤال وتتوقعوا الإجابة في الحلقة اللي جاية لأ النهاردة بنقول لكم جملة انتوا كل اللي عليكم تقولوا مين اللي قال الجملة دي الجملة هي كفاية كده بقى مين اللي قال كده أول إجابة حمزة تاني إجابة سليم تالت إجابة غاد تقدروا تكلمونا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة دلوقتي حالة من أي تليفون محمول على 22.05 أو من أي تليفون أرضي على 0.9955 أو تقدروا تبعاتلنا الرقم الإجابة الصح على رقم الاسم اس بتاعنا اللي هو 95.181 معنا دلوقتي على تليفون أحمد من المعادي وانا ومسوط قوي لأهل المعادي أهلي عمالين بيكلموا النهاردة على عينه زيك يا أحمد أنا مجينة ناصر ماذا زيك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله يا تنام أخبارك إيه يا أحمد؟ تمام الحمد لله رب العمين أخبار حضرتك الحمد لله كله تمام اتفرجت على مسلسل ولا لأ؟ أهو اتفرجت في المعارضة الحمد لله الحلقة جميلة بصراحة المعارضة طب وعرفت الإجابة؟ أه الإجابة قالها اللي هو المقدم حمزة قالها لما اتصل بيه علشان يقوله وإحنا كام كام وبعد الجريمة آخر جريمة عملها أم قاله كده يا كده بقى بطل لها بنت فين؟ أم أفت فيه شو السكت؟ متأكد من الكلام ده؟ متأكد من الكلام ده؟ متأكد من الكلام ده؟ ياخد مراته ويهرب طب ازاي وهو جثته شافوها وكند علوش خادته عشان تدفنوه وطارق لطفي شافوها خلاص؟ ما هو هي يعني أنا متوقع أن يساعدها الجماعة اللي هو عايزين يضموه بيها عا تبتدي يتساعدو إن هو يخفوه ويبتدي يخرجوه من قصة إن هو الإعدام وحكم الإعدام وكده طب ازاي ما هما نفذوا حكم الإعدام خلاص وهي خادت جثته ومشيت؟ انت مشوفت الحلقة؟ خطأ طعم يا أحمد أنا كنت عايزة ناشوف بقيت الـ أنا حسيت أصلا هو قريب المؤلف أو حاجة لأن يعني أقل أحداث وقعية ممكن جدا تحصل فعلا في الأيام الجاية في عدة تنزولي بس يعني هنشوف متأكد معنا دلوقتي عالتليفون نورهان من القاهرة مساء الفول يا نورهان ألو؟ إزايك؟ إزاي حضرتك؟ أنا الحمد لله قولي لباس مبلاش حضرتك عاملة إيه؟ ألو؟ ألو؟ يا نورهان سامعاني وألاؘ؟ طي بتفرجة على عدد تنزولي النهاردة؟ أه لا لا طب أنت بتتفرج علينا كل يوم؟ نا تبعتين خمسة يوم؟ صفت حضرتك مبارح مبارح بس دي أول مارة تشوفينا؟ تاب هو إياه رايك يا نونو؟ اه لا checkout جدا ت电ك يا حبيبتي يعني مبسوطة منينا نستمر؟ ن됐enan Giit اه من ز婴ك يا حبيبتي شبنا عارفة إنه بتقولي ليه كده عشان أنا سألتك وكده ما انت اللي حطتيها في موقف محرج برضو يا سيل طب نورهان انت لسه بتدرسي صح؟ ايه؟ لسه بتدرسي؟ اه لسه بتدرسي ايه قليلي او في سنة كام؟ انا دخل ستة دخل ستة طب حلو قوي الكلام ده وعايزة تخشي كلية ايه ان شاء الله؟ انا عايزة اخشي كلية اقتصاد والام سياسية ان شاء الله ان شاء الله حلو الكلام ده حلوة طب قليلي ايه لجابتك النهاردة؟ لجابة رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ لجابة رقم سليم اللي هو مين؟ سليم؟ سليم طب قلها في اني سياق؟ يعني قلها فين في الحلقة؟ ايه؟ قلها فين في الحلقة بالظبط؟ وقلها المين؟ لا افضل ها؟ لا مش يعني مش ركرا اصلا افاقد كده يعني خلاص خليها تمشي سليم اه خلاص تمام اه عمتا احنا لسه مكملين؟ لسه او بس معنا تليفونتين معنا مين تليفونت؟ معنا احمد من التجمع؟ الو احمد من مسائل فل عليك عامل ايه؟ وعليس احمد زي لحضراتك عامل ايه؟ الحمد لله رمضان كريم عليك وكل سنة انت طيب وعليك قل لي طيب بتتفرج على مسلسل كل يوم؟ تفرجت على عدة النزولي من اول ما بدأ الى حد نهاردة؟ اه طبعا بس لك كتير واقولهم طبعا تاستاذ احمد حيلمي اه طبعا العملية ماسي بتاع احمد حيلمي اه طبعا انا بقول الاجابة رقم اثنين الاجابة رقم اثنين هو سليم اه طب ليه يا احمد هو قالها فين سليم قالها في اه في اني حتة بالزبط في المسلسل يعني في الحلقة؟ اه ممكن لما انا مش متذكر بس انا حاس ان اه اه اصلا مش مش ربش الحلقة باكمالها كان انا حاس ان هو سليم انت عندك كم سنة؟ ايه؟ انت عندك كم سنة؟ 14 عندك اخوات كبار؟ لا بجان؟ بس تكلم بطريقة اه لا حاس ان هو بيكلم بطريقة كبار يعني عالفة ما يكون حد لي اخوات كبار فبيكلم زيهم مش متذكر ويتعرص من ده مش كلام 14 سنة بس جاهزة يا احمد كلمنا دايما باي باي شكرا يا احمد عليكم السلام يا حبيبي في رقم اخر 585 بعد اجابات صحة كتير جدا 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 طب حلو اه انا عايز عرف رأيك انها انت قلت حمزة ولا سليم انا عايز عارف رؤياك انتا مقلتش رأيك عصلا من اول حلق مستل看到ك انت مستلينك تسأليني مستلينك تسأليني مستلينك تسأليني يا سلام 말이 يعني اقول رأيك كده؟ افرد رأيك عنيه عن ناس؟ ايوم MAT voix اخضبت من حقي ان اقول رأيي اسأليني كده تانيو رأيي الاجابة!. رقم 3 úsica لالة اي غادا- غادة ممكن تكون قالتها وهي بتكلم مامتها لأن هي فاض بيها الكل بيحصل معاها وقالت لها فيه لقطة قالت لها أنا تعبانة جداً ما تسيبنيش خليكي قاعدة معايا ممكن تكون قالت لها كده في سياق الأحداث كفاية بقى كده بتختلف عن كفاية كده بقى ممكن تكون قالت كفاية كده بقى ممكن قالت كفاية كده أنا بقول ممكن بس أنا مقتنع متن بالغادة لأن هي عدت في كتير قوي ممكن برضو هي بتفاض فاض مع مامتها فاض بيها فممكن تكون قليتها في النص عامة معنا دلوقتي اعترفونا سعودي من بني سويف مسائل فل سعودي مسائل امورش ايه الاخبار عامل ايه الحمد لله خيف الحمد لله وانت طيب يا سعودي قول لي يا سعودي انت مقتنع عنهي اجابة هي لصح النهاردة الا اجابة اللي هي بتاح سليم ايه الاجابة اللي هي ايه معلش ما سمعناكش يا سعودي سليم سليم ليه رقم اتنين رقم تلاتة لا هو رقم تلاتة غادة رقم اتنين سليم رقم اتنين عالسوري لا ولا يهم خلاص انت اخر كلام سليم اه انت تفرجت على الحلقة يا سعودي اه لسه نتفرج عليها فطب سليم قالها افقاني مشهد بالزبط في الحلقة بتاعت النهاردة وهو راكب العربية وهو راكب العربية كان بيوصل ايه ولا بيكلمين وقت ما كان مع الارهابي الزبط كده اوكي ممكن ممكن على الفكرة طيب عامتها في سعودي انا مشكورك جدا ويا رب اجابتك تطلع صح وتكسب معنا النهاردة الميني ايباد معنا امنية من فيصل الو الو ايوه ازايك يا امنية الحمد لله تمام اخبارك ايه الحمد لله اتفرجتي على المسلسل اه الحمد لله شوفت النهاردة الحمد لله طب ويه اجابتك ايه اجابتك رقم تلاتة غادة ايوه بقى طب غادة قالتها فين لا ما غادة لا استاني بقى استاني بس استاني بس استاني بس شمعنا غادة شمعنا غادة شمعنا غادة اصلا هي على طول يعني طول المسلسلة المفروضة معها طبعا يعني الضغوطات بقى كده يعني الضغط عليها جامل جدا حصلها كتير قوي طب انا هقولك حاجة احنا عرضنا كل المشاهد اللي ممكن تكون تقالت فيها الجملة بس شلنا الجملة فانتي متخيلة انهي مشهد من اللي احنا عرضناهم هي اللي فعلا بتحصل فيها الجملة او بتتقال فيها الجملة طب وانا ممكن نشوف مشاهد تانية تانية هل ده اوبش نرحل نشوف المشاهد تانية عظيمة صعب او مفيش وقت والله بس طب قولي اخر كلام اجابتك ايه اخر كلام اخر كلام انا هقولك حاجة ابعاتي مسج بالاجابة رقم واحد ومسج الاجابة رقم اثنين ومسج الاجابة رقم ثلاثة عشان تم قضمه طب ها اخر كلام وانتي على الهواء الاجابة رقم كم مات رسلك اونية وكالمينة دايما اطر الآن بيخلص بسرعة بس عايزين نفكر الناس كمان مرة بالسؤال مين لقال الجملة دي؟ كفاية كده بقى هل هو الاختيار الأول حمزة الاختيار الثاني سليم أو الاختيار الثالث غادة لو عرفتوا الإجابة الصح ابعتونا SMS على 95181 ممكن كمان تكلمونا من أي موبايل على 2205 أو من أي تليفون أرضي على 9955 انبسطنا معاكم جداً النهاردة يارب تكونوا معاناً تلاتين يوم ونبقى خفاف ولطاف عليكم ولما بيحبنش يحبننا في حياتي أختم طيب خلص أهمتاً ما تنسوش أنه تقدروا تبعاتوا الإجابات لحد بكرة معاد الفطار معادنا بكرة نفس المعاد ممكن أطلع في الكادر بتاعك؟ من واحد تعالي تعالي من واحدة والاتنين إن شاء الله هتبقوا موجودين معانا في حلقة بكرة ومسابقة جديدة صباح على الألف خير خلص أنا عاد مش هطلع في الكادر مفيش بين الأيام كلك حسنة كلك حسنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة